بسم الله الرحمن الرحيم هنبدأ مع بعض المحاضرة رقم اتنين لشرح برنامج الاوتوكاد الامر رقم خمسة الا وهو امر هاتش هاتش ده يعني تهشير اولا الامر ده جماعة بيجي من قيمة برو هاتش او الايكونة بتاعتنا اللي هي دي هاتش اختصار هاتش اتش انتر تظهر لنا الشاشة اللي موجودة قدامنا اول حاجة بنعملها في الشاشة دي ان احنا بنختار الكلر اللون بتاع الهاتش واليكون هنختار اللون بتاعنا اخضر تاني حاجة شكل الهاتش بديس على الايكونة دي كده واختار الشكل اللي يعجبني لو ما عجبنيش ولا شكل من دول بدخل على الاشكال التانية لو ما عجبنيش اي شكل منهم بدخل على اذر بري ديفاين واختار الاشكال اللي تعجبني وليكن يا جماعة هنبدأ باول شكل خالص اللي هو الخطوط الميلة دي واقول له اوكي يبقى احنا اختارنا اللون واختارنا شكل الهاتش فيها ايكونة هنا اسمها بيك بوينت دي المساحة اللي احنا عايزين نهاشرها لو انا دست عليها اولا ما ينفعش ان انا اعمل كليك في مساحة مفتوحة يعني انا لو جيت كده في الهوة روحت اعمل كليك هيقول لك ما ينفعش لازم المساحة اللي هنعمل جواها كليك تكون مقفولة يبقى انا لو جيت مسلا جوة الدايرة دي وعملت كليك يقبل منها واروح دايس مصطرة اروح دايس مصطرة تمام واروح يقول له اوكي يروح اعمل لنا الهاتش نقول تاني اتش انتر نختار من هنا اللون اللي يعجبنا واروح يكون اللون اللبني واختار من هنا شكل الهاتش واروح يكون الخطوط اللي هي دي ده تشير خرص انا مسلح على فكرة ده تشير توب احمر واروح يقول له واروح عامل هنا كليك واروح دايس مصطرة على فكرة يا جماعة قبل ما اقول له اوكي انا ممكن اتفرج على الهاتش الاول من خلال ايه بريفيو لو قلت له بريفيو يقول لك الهاتش اللي هيطلع هيطلع بالمنظر ده عجبك لو عجبني اه لو مش عجبني نعدل فيه طيب لو عجبني او مش عجبني ادوس مصطرة لاما عدل لاما اقول له ايه على طول اوكي تمام كنا طيب اه لو انا جبته عامل هاتش تاني اتش انتر واختارت من هنا اللون اللي يعجبني افرض ما عجبنيش ولا لون من دول في هنا حاجة اسمه اختار الوان اكتر شوية واروح اختار اللون البني واختار من هنا شكل الهاتش ما عجبنيش ولا شكل من دول هدخل على ازر واختار ما يسأل لكم تأشير البوب ده واروح اقل له بيج بويت واجي هنا روح عامل كليك وادرس مصطرة جاريت قبل ما نقول له اوكي نقول له ايه يا جماعة بريفيو اجا اقول له بريفيو ما لقيتش حاجة ظهرت ده معناه ايه معناه ان بتاع الهاتش مش مناسب يعني في هنا حاجة اسمه نصغر فيها شوية نخليها ربع مسلا واقول له برضو اه بدأ الهاتش يبدأ يظهر بس انا عايز اصغر اصغر من كده هدوس مصطرة هدوس مصطرة من عكيبورد وابدأ اصغر بس ما فيش هصغر من كده انا بقى اكتب بي ايه دي واللي يكن خمسة من مية واقول له بريفيو اه ممكن صغر اكتر من كده هدوس مصطرة واقول له بدل خمسة من مية هقول له خمسة وعشرين من ازر واقول له اوكي هاقول له بريفيو الاول عجبني المنظر ادوس مصدر اقول له يا جماعة اوكي تمام كده يبقى معنى ذلك امر هاتش اتفقنا على اللون وشكل الهاتش والبيك بوينت دي اساسية اللي سكيل بقى ممكن نحتاج لها وممكن لا بمعنى لو انا جبت هنا مسلا اللون زي اللون اللبني واختلت منها شكل الهاتش واليكون هون اللي هو عامل زي خلايا عسل النحل كان اللي هو التدبيش يعني وروحت اقل له بيك بوينت وروحت جاي هنا اعمل وده اساس مصدر واقل له ايه ده ليه كده لو احنا صغرنا شوية هنلاقي ان التهشير بتاعنا صغير جدا فهدوس مصدره واقبر الشوية خليه واحد اه كده معقول ده ممكن اكبر كمان اخلي واحد ونص وقول له كده كويس جدا هدوس مصدره اقول له يا جماعة اوكي يبقى احنا اتفقنا على مبدأة الوقت ان مش كل الهاتش هنستخدم له ايه سكيل صغير ولا سكيل كبير ولا ممكن نلعب في السكيل خالص على حسب الهاتش بتاعنا والله لو ظهر بحجمه كويس يبقى السكيل كويس عايزين نكبره نكبر السكيل عايزين نصغره نصغر السكيل تمام تمام طيب ايه رأيكم لو انا ربط جايب امر لاي وماشي الخط افقي هنا كده مشغل F8 وليكن الخط الافقي ده طوله عشرة متر وروح تنازل مسافة رأسية ربع متر وماشي افقي عشرة متر وطالع مسافة رأسية ربع متر وعمل سكيل تمام وروح تجايب امر هاتش فيه شكل ظريف هنا للهاتش اسمه في الازد بري ديفاين اسمه ايرس يعني طربة وروح تقيله بيك بوينت وعملت كليكه جوه المفتطيل ده بست مستر لو قلت له بريبيو اللي سكيل معقول بس في حاجة غلط المفروض ان تهشير الارض ميباش رأسي وقف بيباميل بزاوية كام خمسة واربعين حضرتك الهاتش اللي انا جايبه اساسا متخزن جوه اللي كده لانه رأسي وقف ينفع انا ميله بزاوية خمسة واربعين اه لو لعبت في مين في الانجل خلتها زاوية خمسة واربعين وقولت له بريبيو ايه رأي حضراتكو تمام كده وادوس مستره وقول له ايه اوكي وبعد ما اعمل الكلام ده علم على الخط ده وعمله دليت وعلم على الخط ده كده وعمله دليت وعلم على الخط ده كده وعمله دليت تبعنا ليه كنت اعملهم علشان اعمل مساحة مقفولة اقدر اهشر الجوه يبقى خلصت الكلام يا جماعة عمر هاتش فيه تلات حاجات اساسية بنحتاجه اللون شكل الهاتش بيج بوينت المساحة اللي احنا عايزين نهشر جوه وفيه حاجتين تانيين ممكن نستهدمهم وممكن لا لو عايزين نكبر او مصغر الهاتش الانجل لو عايزين نميل سوية الهاتش تمام كده طيب ده بالنسبة لعمر ايه هاتش العمر اللي بعد كده قاله وهو عمر جريديانت جريديانت ده يا جماعة بيلون هاتش بيهشر الليما جريديانت بيلون بيجي من قيم دروب جريديانت او الايكونة بتاعتنا اللي هي دي جريديانت اختصار جريديانت جي دي انتر دي روح جاب لنا عمر جريديانت اولا وانا بلون قدامي الخيارين لاما الون بوين كالر وفي هذه الحالة اللونين اللي هنلون بيهم الابيض لون اساسي واللون التاني بنختاره يعني انا ممكن اختار هنا اللون بدل اللازرق اختار الاخضر يبقى التدخل تلوات هبقى بين مين ومين الاخضر والابيض الابيض ده انا مكبر عليه طالما وان كالر لو قلت له هنا بيج بوينت وروحت جاي مسلا على الشكل ده عامل كليك وده يسمى الصرا وقال له اوكي يروح الراجل عامل لنا تلوين عبارة عن تداخل ما بين اللون الابيض واللون الاخضر طيب لو انا جبت عمري جريديانت طيب افرد ان انا مش عايز تداخل ما بين الاخضر والابيض انا عايز تداخل ما بين اللونين واللونين انا اللي اختارهم يبقى اختار من هنا تو كلر اللون الاولاني اخضر ممكن اغيره نخليه احمر مسلا واللون التاني بدل اصفر ممكن اغيره وليكن اخليه لبني مسلا معايا واروح اقل له بيج بوينت واجي على المساحة اللي انا عايز الونها هنا كليك واروح دايس مستارة لو عايز تتفرج على اقول له بروبيو ها هدوس مستارة وقول له ايه اوكي يبقى تنفيذ عمر جريديانت زي عمر هاتش ولكن بدل ما بيه هشر بيلون ما بين وان كالر او تو كالر واقول له بيج بوينت عشان اعمل كليك هو المساحة اللي انا عايز الونها طيب افرد ان انا عايز لون مساحة لون مصمت مش تدخل ما بين لونين دلوقتي جريديانت جي دي بيلاون ما بين لون لاما وان كالر لون والابيض لاما طوي كالر لونين انا اللي باختاره ده بفرد ان انا عايز الون بس بلون واحد على فكرة يا جماعة امر هاتش هو اللي اعمل واختار من هنا شكل الهاتش اللي هو الصولد ولون الهاتش اللي انا عايزه واقول له بيج بوينت اللي انا كليك تعمل هنا كله لون واحد ياباش واحد بكده امر جريديا وعمر هاتش وفي الغالب بنستخدم العمرين دول لرسم الوجهات وبعض القطاعات الخرصية العمر اللي بعد كده قال وهو امر موف امر موف ده بيحرك رسمة من مكان لمكان يعني بصوا حضراتكو كده نمسح كل الرسمات دي كده لو انا معي مستطيل بعي عبعاد كلمة مستطيل عشان ارسمه بعي عبعاد كالقاتي بجيب امر واعمل هنا كليك كورنان الاولاني واروح جاي هنا اعمل كليك الكورنان التاني يبقى ده مستطيل باي عبعاد لان ما دخلتش احناسيات ولا احد وروح ترسم دايرة جبت امر سيركل وروح تعمل كليك هنا يبقى ده المركز واتلعت برا هنا عملت كليك يبقى ده دي برضو دايرة باي مقز انا اللي انا عايز اعمله تلوقتي عايز احرك الدايرة من برا واحطها جوه المستطيل فاحنا هنستخدم عبر موف يجي من قيمة موضفاي موف او الايكونة بتاعتنا اللي هي دي موف واختصار موف ام انتر فهيطلم من خضرتك تختار الجس فههعلم على الدايرة اللي انا عايز انقلها وادوس انتر وامسك الدايرة من المكان اللي انا عايزه من اي نقطة عامل عليها كليك كده واحرك الدايرة طب الدايرة مش راضي تيجي معي ليه لاني اف تمانية شغال اشيل اف تمانية الاقي الدايرة تيجي معي فى مكان اللي انا عايز كده قيو Sver اضع من قيمة موضفاي ادي امر موف ساعلكر مع الجسم اللي انا عايز احرك وادوس انتر وأمسك الجسم اللي انا عمل علي Brock وسفور ميلا انا في المكان كده لانا اشيل ف兩 3 وهاجف المكان اللي انا عايزه وRרה هامل� around you 해�و صغيرا من مكان للمكان بالضبط ملحوظة وانا بحرك الدايرة دي مسكتها من اي مكان حشان احطها في اي مكان هو ممكن امسكها من مكان معين وحطات مكان معين اه افرد ان انا عندي خط رأسي زي ده هشغل F8 وراح من هنا كليك كده باي طول فعايز احرك الدايرة دي من هنا احطها فوق الخط بحيث ان انا اعمل شكل عامل زي شكل المصاصة كده هجيب امر موف ممكن اجيبه من الايكونة دي وعلم على الدايرة بعمل على كليك كده او ان انا اعمل عليها ويندو كده باي طريق وادوس انتر عارفين الدايرة دي انا همسكها منين همسكها من الربع التحتاني ده واشي الاف تمام واجي هنا واجي هنا اروح اعمل كليك عند الاند بوينت يبا انا كده ضمنت ان ربع الدايرة جي فوق الاند بوينت بتاعة الخط يبا انا كده ضمنت ان الخط الدايرة جات فوق الخط بالزبط انما في ناس تانية تعمل ايه تجيب امر موف وتعلم على الدايرة وتس انتر وتمسك الدايرة من اي مكان وتروح جاي هنا من الشنة وحتى الدايرة يهيئ لك انها تزبطت ولكن لو قربت حضرتك كده تلاقي بس معايا ممكن بردو نستهنم الطريقة ديت في الكلام الاتف لو انا معايا خط قفك كده وخط رأسك ومعايا مستطيل زي ده وعايز اخد المستطيل ده من مكانه احطه في الكورنان ده بعمر موف هعلم عن المستطيل وادوس عنده همسك المستطيل ده من الكورنان ده واشيي الاف تامانية وهجه حطه عند الكورنان ده يبا انا ضمنت ان النقطتين انطبقوا في بعض قريبا المستطيل كده تحطه في المكان المصبوط بتاعه تمام؟ ماشا ده كده بالنسبة لعمر موف بيحرك جسم من مكان لمكان امر كوبي بينسح كذا نسخة للجسم بتاعنا ده معنى لو انا معايا سيركل زي ديت وروح تجاب امر كوبي يجي امر كوبي من قيمة مضفاي كوبي من قيمة مضفاي كوبي او الايكونة بتاعتنا اللي هي دي كوبي اختصار كوبي سي او او سي بي اللي اتنين شغالين سي او او سي بي وادوس انتر واعلم على الجسم اللي انا عايز اعمل منه كذا نسخة وادوس انتر وامسكه من اي مكان واجه في اي حطة اعمل كليك 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 يعمل لك كذا نسخة خلصت ارا اعمل اسكيب عشان اطلع من الامر تمام طيب ايه رأي حضراتكو لو انا اروح تراسم امر لاين خط رأسي كده شغلت اف تمانية طوله ما سوى ليكن اربعة انتر انتر انا عايز اي خلهم على خط واحد يبا شغل من اف بتضمن من إن الخط بمتحركش على أفكه ورأسي بس. ورح تكتل مسلا اثنين انتر. يب عملنا الخط على بعض مسافة اثنين. تلاتة انتر. على بعض تلاتة. ستة انتر. على بعض ستة. على بالك إن المسافات اللي أنا بدخلها بتتقاس بالنسبة للأصل. عشرة انتر. خمستاشر انتر. عشرين انتر. وراح ملسكين. تمام كده؟ كل المسافات اللي أنا دخلتها دي كلها بتتقاس بالنسبة لمن يا جماعة لأول جسم الخاص. طب افرد إن أنا عندي دايرة زي دي. وعيزة حط الدايرة دي فوق الخطوط بتاعت عشان اعمل مصاصة بجمع بعضها مثلا. فهجيب قادر وعلمها الدايرة. عارفنا همسك الدايرة دي منين. همسكها من مكان معين اللي هو تحت. الرابع التحتين. وهشيل اف تمل. عشان هجي هنا عندуд وعمل وعمل. عندعد. عند عند اياد. وعمل. عند عند الاند وعمل. عند الاند وعمل از نينج. اه~! قرى يوك чтобы. طيب افرض ان انا عايز اعمل نسخ من الدايرة دي بحيث انها تبقى عند نهاية الحطوط فيه طريقتين طريقة تقليدية عادية بس بقيقة ان انا اعلم على الدايرة وامسك الدايرة من الربع الفقاني واروح جاي هنا اعمل كليك وهنا كليك وهنا كليك وهنا كليك اهام تمام او في طريقة تانية عامل اسكيب كونترول زينت ايه رأيكم لو انا جبت امره كوبي وروحت معلم على الدوائر اللي فوق كلها من اجار معلم على الخطوط وروحت دايس انت ومسك دايرة منهم بس من الربع اللي فوق كاني مسكت الدوائر كلها مشى معايا هنا واروح جاي هنا اعمل كليك تلاحظ ان الدوائر كلها جات في المكان المصبوط بتاعة تمام يبقى احنا اتفعنا يا جماعة ان عمره كوبي ممكن حضرتك تعمل منه كوبي وانت بتنسخ رسمة من تمسكها من اي مكان تحطها في اي مكان وممكن تمسكها من مكان معين عشان تحطها في مكان معين تمام وخلي بالكم انه كوبي مش لازم يتعامل لجسم واحد يعني انا ممكن اعمل كوبي للخط بالدايرتين دولبسين ومن ان انت اتعلم على الجسم ان انت عايز تعمل لكوبي وادوس انتر وامسك من اي نقطة وامشي في الاتجاه اللي انا عايزه لو شغلت اف تمانية يمشي اوفك لو ما شغلتش اف تمانية يمشي في اي اتجاه تمام كده احط جب احنا تلوقتي اخدنا امر هاتش للتشير امر جريديانت للتلوين امر موف عشان يحرك جسم من مكان لمكان وامر كوبي عشان ينسخ كذا نسخة من الرسمة بتاعك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته